طبعاً ما تنساش أبداً لا ما تنساش بس هي القصة برضو هي معمولة مش علشها الصعودة معمولة علشان انت ولاد عندك تلعبهم فياخدوا خبراته تبدأ تسوقهم وتكسب منهم فالولاد لسه صغيرين شوية لكن بمرور الوقت كابتن سعد عامل توليفة كويسة بين الالفين وواحد والالفين وثلاثة واللعيبة اللي كانت أعراض رجعهم يمكن مخلي بس أربع لعيبة من الفرقة القديمة وضيع موجود معهم كمان ضيع أندي جايب ست لعيبة بس من اللي هما يعني من بره النادي فهي التوليفة دي ممكن تاخد وقت شوية لكن هيبقى هو اللي أسبوع المضاء المشروع هذا مشروع بالضبط فهتاخد وقت لكن هي القصة برضو الفرقة دي هتبقى متعبة لأي حد مش سهل تروح تلعبها وتكسأ لا 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 هتبقى متعبة لأن كابتن سعد يحفظ ويفاهم اللعيبة وحافظ الدوري ده وحافظ المجموعة تمشي ازاي لأن الخبرات بتاعت المدارب بتفرق كتير قوي مع اللعيبة لهم خبراتك وصلوا لدولة صغيرين فحتفرق كتير وانا مبسوط يعني انا عايزة اقول على الهواء لكن قول عرضت على احد الاندية الكبيرة في مصر كان فيه فريق كان بيدور على مستثمر يقولت لهم تعالوا خدوا دول ويلعبوا باسمهم والولاد عندك الالفين واحد والالفين وتلاتة يلعبوا دي نادي في الدور الممتاز يعني؟ نادي كبير في الدور الممتاز؟ للأسف يعني يعني كان نفسي لأنك تشايف ان هي تجربة كويسة جدا يعني دولة عيبقى قوي مش هتلعب في دولة ضعيفة والأهل لو هو بتكلم عن نادي الأهل الأهل محتاجها أكتر محتاجها أكتر هو سيكت هو ابن الأهل هيجيب يعني هو ابن الأهل هيكلم الأهل والأهل محتاجها لأن الأهل ما طلعش ناشئين من تحت كتير بص يا عزمي ده هيحصل في السنوات القادمة سلاميكا ضربت البداية سلاميكا للفترة طبعا ووراها أمبي خد من ده السنين اللي جاء هتلاقي كده هتلاقي الآن ده بتقن تحت تفكير طارق أبو العينين منصر أبو أن تبر السندوق على أعلى مستفكير راجل أن يفكر يبدأ يروح يجيب فرقة وفي مجموعة الصعيد لو جابها في مجموعة القاهرة الفرقة تبقى تقيلة على أهل الواحد وعشرين سنة فهيتعبوهم لأنه لأنه دي أبلع عبطول الجمهورية أنا دي كانت في بحري في بحري النادي الأهل وفي بحري هتبقى حلوة لكن في القاهرة لا أنا بتكلم على حتة فكر المهندس صارق أبو عين على أعلى مستوى في الحتة دي أن يفكر وكمان مش تفكير في أي مكان هو يقدر ياخد في أي مكان بإمكانياته فهي تفكر وودى معه مدرب محترف اسمه سعد فروق لأن سعد فروق مدرب كبير جدا وتظلم كتير جدا جدا فأتمنى إن شاء رب العمين ربنا يوفقه شكرا